احتفلت محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون والتي استمرت قرابة 25 دقيقة ويعد هذا الحدث حدثا عالميا وظاهرة فلكية فريدة تتكرر صباح يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام شمس أبت أن تشرق بمحافظة الفيوم إلا بالتعامد على قدس الأقداس بمعبد وقصر قارون ظاهرة تتكرر كل عام في الواحد والعشرين من ديسمبر واستحتفالية كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا وها هي تعود مرة أخرى بعد غياب ثلاث سنوات مصري القدماء برعوا في جميع العلوم خاصة الفلك فهذه الظاهرة بترصد كل يوم في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر وفي نفس هذا التوقيت أيضا هذه الظاهرة بترصد أيضا في معبد الكارنك في الأقصر يستمر التعامد لمدة عشرة دقائق لتمر أشعة الشمس بعدة أماكن بواجهة المعبد وداخله بداية بالمقصورة الرئيسية واليمنى وقدس الأقداس ولا تقترب من اليسرى لوجود ممياء التمساح التي تتأثر سلبا بالشمس ويمتاز المكان برواج سياحي كبير قصر ومعبد قارون كان مخصصا لعبادة الإله دينوسيوس إله الحب بعصر البطلمة بالقرن الثالث قبل الميلاد وتحول بعد ذلك للإله سبك أو التمساح خوفا من بطشه ويبعد أكثر من ستين كيلومترا عن مدينة الفيوم ويعود اكتشاف هذه الظاهرة إلى عام 2003 لا تتوقف الحضارة المصرية القديمة عن إبهار العالم يوما بعد يوم بظواهر فريدة ونادرة تؤكد على ريادة القدماء المصريين في علوم الهندسة والفلك كريم بيبرس التلفزيون المصري